قالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي أصدرت يوم أمس أوامر إعدام بحق ثلاثة مخفيين في سجونها منذ ثمان سنوات وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي أصدرت أمر إعدام بحق التربوي صغير فارع والتربوي عبد العزيز العقيل واسماعيل أبو الغيث عبد الله وأشرت المصادر إلى أن جميع الذين صدرت في حقهم أوامر إعدام حوثية من أبناء المحافظة المحويت مخفيون في سجون الميليشيا منذ ثمان سنوات